بص انا هقول لكم على حاجة انا هتكلم معاكم في حاجة هي ملاش اي علاقة تقريبا بكل فقراتنا واخبارنا وقد تبدو من الامور غير المعتادة بس انا اظن ان احنا تعاودنا مع بعض ان انا بعمل حاجات غير المعتادة هو ايه حكاية فتح يا عبدالوهب بتكلم بجد بقى تعارفين انا راجل يعني بحكم شغلي وعاداتي اليومية التعيسة جدا فانا تقريبا باكل وجبة واحدة في اليوم يعني بس بتبقى وجبة بقى فدي باكلها بعد ما بخلص الشغل يعني انا اخلص البرنامج هنا اخد بعضي اروح على البيت ابدأ اشوف فيلم كويس اقعد اتسلى فيه وانا قاعد باكل لحد ما يخلص الفيلم تماما طبعا ده لمدة ساعة ونص ولا ساعتين ده معنا انا باكل كميات ضخمة جدا من الاكل اظن باين بس مش ده الموضوع وبعدين ابدأ اقرأ لحد ادان الفجر تقريبا اصلي وبعدين انام مهم مش معقول حجم الموهبة بتاعة فتح يا عبدالوهب انا بتكلم بجد والله العظيم ما بغذر مش معقول حجم الموهبة دي موهبة جارفة متوحشة مفترسة ما تعرفش موهبة فياضة جارفة ما تعرفش هضرب لك مثل بسيط وهيبقى سهل عليك انك تقدر تدور على المقطع ده فيه مقطع كده احمد عز وفتحي عبدالوهاب في مسلسل اظن ابو عمر المصري وعز محامي وفتحي عبدالوهاب رجل صاحب مصنع فهمتوا البشرة صح؟ تتفرج هنا على ازاي عز المحامي مفترض انه بيدافع عن هذا المستثمر او رجل الاعمال اياه اللي رفد مجموعة من العمال ومش عاوز تديهم مستحقتهم ولا مكافأت ناية خدمة وما الا زلك ممتهى الظلم يعني وفتحي عبدالوهاب سيبك بقى من الميكاب على قصة الشعر على اللبس كل دي قصة سيبك منها خالص مش نال موضوع فتحي عبدالوهاب في المشهد منطقش كلمة وحدة نص المشهد فتحي عبدالوهاب سعيد جدا بالمرافعة بتاعة المحامي بتاعه في الحالة دي احمد عز بعد شوية احمد عز بينقلب عليه بقى وبيحاول يشرح للقضاء ويقنعهم بانه الراجل ده مفتري وظالم وانه يريت ان هما يحكموا بدفع المستحقات بتاعة العمال ففي النص التاني بقى بتاع المرافعة تلاقي فتحي عبدالوهاب ملامح وشه تغيرت عينيه تغيرت بصاته كل حاجة كل حاجة كل حاجة في وش فتحي اللي ما نطقش حرف بتنطق موهبة انت ازاي عملت كده الموهبة اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهاله وخلاه ينميها ده بكلمك بجد تبص على فتحي عبدالوهاب وهو يقدم دور الشرير بمنتهى البراعة التي تصل بيك الى كراهية من تراه على الشاشة وده هنا مسلسلات وافلام وعايزك تبص على سبيل مثال فيلم عصفير النيل فتحي عبدالوهاب اخراج مجد احمد علي ما حافظت القابل الجميع طبعا دكتور مجد وطبعا كان فيه محمود الجندي يعني بص بقى على فتحي عبدالوهاب وازاي يجسد انكسارات مواطن احباطات مواطن مثلا يعني وفي نفس الوقت تشوف فتحي عبدالوهاب وهو يذهب الى والدته في منزلهم الريفي ويتكلم معاه ويقول لها ازايك يا هانم هي اسمها هانم جايب لك حتة عشوة انما ايه ملوكي انا من حبي في الفيلم ده مبدئيا ومن حبي في اداء فتحي حفظت الحوار وانا راجل عمري ما كنت حفيز وما كنتش ادبي كمان يعني وما عرفش احفظ حاجة خالص وانا من الناس اللي بتشوف انه ادبي فهم مش عفظ يعني زي من الناس متصور بس مش دي قصة فتحي عبدالوهاب موهبة اتمنى ان الكل يستطيع تفاهم ده مني وتقبله موهبة مش موجودة في العالم العربي كله مش موجودة مش موجودة مزهل مزهل والاستثمر في الموهبة دي انا اظنه مهم يعني فتحي يستثمر في نفسه طول الوقت وانا عارف انه بيت فتحي عبارة عن دار كتب يعني مش بيت عادي كتب مكتبة في كل مكان هو تركبته كده هو تركبته راجل حقيقي تقدر تعتبره كده منتمي الى مدرسة الوعي والثقافة ده فتحي عبدالواب وانا اظن ده جزء كبير جدا من مركبات موهبته يعني هو عنده مركبات كتير جدا فدي الفكرة اللي بتدور كانت في ذهني وانا قاعد عمل اتفرج على عمل من اعماله يعني وقلت لازم نفطفط فيها سوا من باب ايه برضو عشان برضو تبقى عارف هو فيه مين الدنى يعرف يطلع مواهب مين الدنى خد بالك المسألة مش متعلقة لا بأوروبا ولا بأمريكا ولا ببلد تركب الأفيال شوف ارسك الحضاري عشان بس تبقى فاهم ارسك الحضاري انت بتتكلم على بلد فيها موروس ثقافي وحضاري عمره اكتر من تمن تلاف سنة يا سيدة يا كرام المسألة مش متعلقة بمين مصري ومين مش مصري مسألة اعتبرها عاملة كده زي الفلوس فلوس فلان عنده فلوس كتير يبقى من الاثرياء فلوس عنده وحد عنده اقل فاقل فاقل طيب احنا عندنا تمن تلاف سنة ارث حضاري وثقافي عظيم مفيش بلد تاني عندها ده بالمناسبة جزء من ده ان احنا البلد الوحيد اللي طول عمره بلد احنا البلد الوحيد اللي طول عمره دولة احنا البلد الوحيد اللي طول عمره عنده حدود وضحة تمن تلاف سنة عندك حدود تمن تلاف سنة عندك جيش 8000 سنة عندك نظم حكم 8000 سنة عندك حكومة أي أنظمة أي دواوين أي وزارات سميها زي ما تسميها 8000 سنة مفيش بلد في الدنيا عندها كده ولا بلد يعني بلاد أوروبا التي يعني يتغنى بها البعض أقدم بلد فيهم عمليا ولا متكن بنفس الشكل عمليا حدتكلم على الحضارة الإغرقية على سبيل المثال ودي حضارة عظيمة جدا ومهمة جدا ومبدعي الفلسفة في الإرث الإنساني أو الإرث البشر يعني بس أنت بتتكلم على حضارة عمرها 1500 سنة قبل منادي يعني كلها لبعضها 3500 سنة ثم تليها حضارة روما في إيطاليا ومن روما تبدأ تظهر بوادر الدولة في فرنسا وبسبب روما تظهر بوادر انت عارف على سبيل المثال إنجلترا كلها على بعضها ما بين أن كانت خمس ممالك متنحرة متصرعة حتى يتم توحيد الممالك الخمسة كل الفيلم ده عمره تقريبا حوالي 1100 سنة أنت أبو أكتر من 860 سنة تبقى لمانتون ما فيش حد أغنى منك تطلع بقى فاتح يا عبد الوهاب وتطلع عبد الوهاب الموسيقار أم اللي أنت تفتكر موسيقيين المنطقة كلهم علشان يكبروا بيجوا مصر علشان إيه؟ علشان ينهلوا من هذا الإرث الحضاري فتصبح هناك أسماء إلى آخره كذا الحال هو أنت فاكر أنت عندك علماء بهذا الحجم وبيادي القوة هذه العقول إزاي؟ طب أنا هسألك سؤال أنت عارف ليه كسبت الحرب في 6 أكتوبر ولا لا؟ هو أنت كسبت الحرب بسلح متفوق؟ لا أنت كسبت الحرب بحاجتين ما لهمش تالت ييجوا بعد أمر الله سبحانه وتعالى قلبك 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 كان اللي هو عقيدة الجيش المصري حراس الأمة قلب روح مش قلب هي بقى الشجاعة حتى التهور فيه روح هنحرر الأرض يعني هنحرر الأرض دي روح وتكتيك مخ ده من الآخر أم اللي أنت متصور ليه؟ الحرب دي بتدرس في العالم يا لو حرب كانت أيمة على فكرة التفوق التكنولوجي في تكنولوجيا السلاح ما كانتش تدرسة يا ما فيه دول عندها تكنولوجيات أكتر تعقيداً وتقدماً قبلنا ووعدنا ومعانا إلى آخره ولا تدرس معاركهم بهذا القدر لكن معاركك في تلاتة وسبعين بتدرس عشان يقدروا يوصلوا إلى إيه السر ورع بقرية التكتيك العسكري والروح القتالية الوثابة المزهلة قدام العالم اسمع محاضرات اللي بتتقال على حرب أكتوبر عند الإنجليز والفرنسوي أنا بتكلم جداً مش هزار اسمع ده وهتلاقي حاجات منشورة ووعد اقرأ وشوف فيديوز ويعمل اللي انت عايزه مصر حاجة تانية مصر قادرة على عمل أي شيء مصر أغنى بلد في الدنيا بإرسها الحضاري والثقافي وبناسها